اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن روح الإصرار والتحدي لدى أبناء البحرين عززت من تطلعهم الدائم نحو اعتلاء منصات التتويج مشير السمو إلى أن الإنجازات التي تتحقق في القطاع الرياضي والتي تجاوزت النطاق الإقليمي ما هي إلا نتاج للدعم الذي تلقاه الرياضة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله وراء جاء ذلك لدى لقاء السمو حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسبق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة معالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق وعضاء مجلس الإدارة ولعبي فريق كرة القدم بالنادي والجهازين الفني والإداري بمناسبة فوز النادي للمرة الثانية بلقب كأس مسابقة الاتحاد الأسيوي حيث أن سموه جميع منتسبين نادي المحرق العريق بهذا الإنجاز الدولي المشرف الذي يبعث على الفخر والاعتزاز مشيدا سموه بما قدمه لاعب المحرق من مستويات متقدمة أكدت على إمكانيات الفريق وقدراته على المنافسة في المصابقات الدولية بكل جدارة واستحقاق وقال سموه أن هذا الإنجاز الوطني الكبير ما كان ليتحقق لو لا تكاتف كافة الجهود وإصرار وعزم لاعبين نادي المحرق والجهازين الفني والإداري وكانت محاصلة هذه الجهود مجتمعة فوز مشرف يضاف لسجل نادي المحرق العريق والإنجازات البحرينية التي هي محل فخر للجميع مواجها سموه تحية شكر وتقدير للعبي نادي المحرق والجهور البحريني الذي وقف بكل مشاعره داعما ومؤازرا لفريق المحرق وتوجد هذه الوقفة ولله الحمد بهذه النتيجة التي شكلت فرحة لكل أبناء البحرين وتمنيا سموه لنادي المحرق كل التوفيق والنجاح في المسابقات المقبلة كما نوى سموه بهذه المناسبة بجهود سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية في تطوير الرياضة البحرينية وتقديم الدعم لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية وقد رفع رئيس مجلس إدارة نادي المحرق بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبية النادي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يوليه سموه من دعم وأسناد للقطاع الرياضي قادة لتحقيق الإنجازات ومنها فوزه للمرة الثانية بكأس الاتحاد الأسيوية اشتركوا في القناة